وكان رئيس السيسي فور وصوله إلى محافظة بني السويف قد دع الحاضرين من أبناء المحافظة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح المصريين من ضحايا إعصار دانيال في ليبيا وحرص الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني السويف على تقديم واجب العزاء لأهالي محافظة بني السويف في دويهم المتوفين وذلك جراء إعصار دانيال في ليبيا كما قام السيد الرئيس بزيارة قرية ستس الأمراء وذلك لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حيا كريمة بالمحافظة